استكمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته تفاقدية التي بدأها بالعاصمة الإدارية الجديدة بتفاقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ وميدان ساري العالم وخلال الجولة اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمبنى مجلس النواب وأيضا مبنى مجلس الشيوخ كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية وقام مدبولي بجولة في أنحاء القاعات الرئيسية وصلاة الاستقبال والمكاتب الرئيسية كما توجه رئيس الوزراء لتفاقد مشروع ساري العالم حيث استعرض مسؤول المشروع الموقف التنفيذي له ويتكون من مصرح دائرين يسعو لمائتي أو ألف ومائتي فرد ومبنى مسطح ونفورة دائرية كما يصل ارتفاع ساري العالم إلى ما يزيد عن مائتي متر ترجمة نانسي قنقر